من عشر سنين قررت اني اسافر من مصر لامريكا ولما وصلت امريكا اكتشفت الانجليز اللي احنا تعلمناه في المدرس حاجة والانجليز اللي احنا حاجة تاني خالص الكلمات بالمصطلحات بالمفردات بكل حاجة بتتعامل بها الناس هنا مختلفة تماما عن اللي احنا تعلمناه حتى اللهجة نفسها وكل ده بقى كان سبب ان انا اذاكر الانجليز من الاول خالص عشان اعرف اعيش واشتغل وتعامل مع الناس بس في وسط مذاكرتي دي كنت عمل افكر هو احنا كنا بتذاكر غلط ولا المادة اللي احنا كنا بتذاكرها في المدارس دي ما كانتش متطورة مع الانجليز اللي موجود اليومين دول في البلد دي وبصراحة اكتشفت انه الغلط في الاتنين ايوة احنا كنا بتذاكر غلط احنا طول الوقت كنا بنحفظ في كلمات وعملين نسمع في قواعد لكن عمرنا ما في حد تدربنا ازاي نعرف نتكلم صح عشان ما تبقاش في عقدة فلساني كده وانا بتكلم انجليزي مش عارف اتكلم ما الكونفرزيشنز دي برضو مهارة انا محتاج ان انا عليها زي ما انا بحفظ كلمات وقواعد يعني لما واحد امريكان يجي اسألني سؤاله انا بعملها تاحته كده ولا عارف اتكلم ولا عارف اكون جملة على بعضها يبقى انا استفدت ايه من اللي انا تعلمته زمان ما هي اهم حاجة في اللغة ان انا اتكلم بيها ان انا عبر بالجوايا عن كلام معين والشخص اللي قدامي بيسمعني وهو كمان بيعبر عن كلام تاني فنفهم بعض في حصل تواصل هو ده هدف اللغة لكن اللي اعتمد بس ان انا امس القموس وقعد احفظ الكلام اللي فيه او ان انا بس اقعد احفظ في قواعد لغة ده اكيد مش هيوصل لحاجة اما بقى المشكلة التانية اللي انا شفتها برضو ان الناس اللي خلاصت مدرسة وجامعة عدولاتي بتحاول نهاية تقوي اللغة بتاعتها عشان تلاقي فرص شغلة احسن او مستني ترقية ولزم اللغة تبقى كويسة او نفسه يسافر مسلا برا زي حالاتي كده فدايما انت ليه اول مصدر يروح له هو ايه اليوتيوب او اي بلاتفورم تاني يقع بقى ياخد درس من هنا على درس من هنا على مش عارف ايه بشكل عشوائي جدا بغض النظر بقى دروزي تناسب المستوى بتاعه ولا لا اقل او اعلى هو بس عاجبه الشخص اللي بيتكلم وعاجبه الطريقة فحاسس ان هو كده ايه كده بيذاكر لكن بعد شوية بيكتشف ان هو ما استفدش حاجة قوي ويلاقي المستوى ما بيعلاش ولا حاجة فيبتدي بقى يميل ويحبط ويسيب المذاكرة وعشان كده بقى انا قررت ان انا اعمل منهج منهج بنمشي فيه من الصفر لغاية ما تلاقي نفسك بتكلم كويس جدا هو ده اللي بينفع معنا نمشي خطوة خطوة من الاول خالص لان اكيد يعني ما ينفعش واحد فقويلة ابتدائي يعني يزاكر حاجات بتاعة جامعة لازم نعرف مستوينا ونبتديه واحدة علشان نوصل للنتيجة اللي احنا عايزنا نفسك تكلم انجليزي كويس جدا لازم بتبتدي كده فالاسلوب ده هو اللي هيرفع من مستوى اللغة بتاعك ويخليك توصل لغاية المستوى اللي انت بتتمناه وعشان هبتدي بقى من الاول خالص فالكورس ده معمول للمبتدئين فقط ناس لسه ما عندهاش خلفية عن الانجليزي او خلفية صغيرة جدا عن الانجليزي فده يبقى كورس مناسب لهم جدا لان انا محتاجة ان انا هبتدي معك من الاول من اول الحروف وازاي بننطقها عشان بعد كده من الحروف دي هنقدر نكون كلمة ومن الكلمة هنكون جملة والجملة هي اللي بتكون الحديث ما بيني وبين الشخص التاني فلازم ابتديها لك صح والكورس ده بقى هتلاقيه متقسم لساكشنز او شابترز كل قسم منهم بنتكلم فيه على موضوع معين هنشرح الموضوع في فيديو وكمان هنقول عليه اسئلة بعديها عشان نتأكد ان احنا فهمنا الموضوع ده انا فادي يوسف مؤسس قناة انجليش بالمصري والنهارده هنبتدي اول خطوة في رحلتك عشان تتعلم الانجليزي صح جاهز ready يلا نبتدي